نبدأ بالكورة ناسر نحكي والتراجي شباب بلوزداد وهدف حمد الهوني واحد صفر للتراجي وانتسار مهم في رابط العبطال الافريقية تفاصيل لنا ستوتيفة صحيح رفيق رفيق قلنا نستنعه في مباراة كبيرة ما بين التراجي الهدي التونسي وبلوزداد ما تشوفنا مباراة كانت حضور جماهيري كبير كانت مباراة كبيرة بينزوز فرق تعرف فريق بلوزداد انتصر على فريق الزمالك والتراجي مشاء للجزائر في مباراة صعبة لكن التراجي الهدي التونسي كان حاضر على جميع الأصد التراجي الهدي التونسي عرف كيفيش يتعامل مع مباراة هذه وعرف كيفيش يخلي فريق بلوزداد انه بالرغم انه عمل مجهودات كبيرة وكانت فهم برش فرص بالفريق بلوزداد شباب بلوزداد لكن التراجي عرف كيفيش يزمد وخاصة معز مشريفية اللي بالحق كان سد منيه بالنسبة للتراجي في الأوقات الحاسمة يمكن معز عمل غلطة في قراءة اللعب في كرة بالكرات لكن من ألطاف الله انه ما تسجلتش لكن في نهاية الأمر كان أداءه ممتاز بش خالة تراجي حي لكن أنا ما تفرشش في المقابلة التراجي كان باهي كان باهي من ناحية الدفاعية التراجي عرف كيفيش يتسمعت نبيل قال خلينا بالوزداد تلعب خليناها هي تسيطر ولكن قال فرص امتاح نعود في كلم نبيل أنا ما تفرشش قال كانت الكل على دي بالاريتي معنا كورات مخافيت وغير وايه كانت عنده امتياز كبير خاصة في وسل الميدان كان عندهم لعبية عندهم امكانية كبيرة كان عمل الفارق عمل سجل بغغ غير في ناسا في الأوقات الكبيرة خلق برشا مشاكل دفاع التراجي لكن ديما نقول لك أنا في مباراة عن دي بلاس ما يزمك تعرف كيفيش تنتس الهاجين متاع الفريق الخصم ترجي كانت فما برشة تجربة برشة حنك بش ان اليوم تجع بمبارات كي من هكيه رامي تحسبو لك لبوان اما حبيت نحكي على هدف الهوني بالحق حبدو الهوني كان هدف جميل وجميل جدا فيه برشة نقول وحنا شخصية فيه برشة ملاعبي عنده برشة يتعدى عن كونفينس حمده بعد الفترة الصعيبة اللي عداها الهدف اللي سجله كان مزيان برشة رفيق كانت فيه برشة جرأة كانت فيه برشة سبوار فرق وبرشة ثيقة 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 ذيك انا اولا حاجتك من هذين الملاعبي يزم تكون عنده الثيقة بيش ياخه الاني ساتيف ويشوت كان هدف مزيان برشة خلى ترجي رادي تونسي يرجع بنقاط ثمينة برشة قبل مباراة الزمال يوم السبت معطي النجم يخلي ترجي فيه اثنية الباهي الترجي انتسار مهم ضد شابب بالوزداد الفريق الجزائري واحد سفر فالهدف الحمد الهوني حمد الهوني انت تحكي على الثيقة في التسديد ذيك اللي كان عنده مشكلة متاع ثيقة في الفاترة الأخيرة مع عوضة نبيل معلولة رجعت شوية بشوية بشوية الفورما تدريجيا وهدف اكيد بش يخليه يسترجع اكثر الثيقة في روحه حاجة مهمة لي وللترجي حمد الهوني نوعية الملاعبية اللي كيمة البلاي اللي يصنع الفرق اللي يمشي الان كونتران اللي يبرووك اللي يحل الانتربال اللي ربيد تكنيسيا ملاعبي يصنع سورنامبر يصنع سورنامبر في وسط دفاعات الفريق المنافس وعليه في تشامبينز ليج مهمة جدا أنه ترجع الكنفينس لحمد الهوني بتوفيق للترجي في رابط العبطال الافريقي كلمة لبرنس السورنامبر اللي تحكي عليه راف ما زمن يش نسوه بالكل خلينا من الحمد الهوني اللي هو ملاعبي في التيران السورنامبر العشر الاف اللي يتحولوا من تونس إلى الجزائر والعشر الاف اللي أثروا من الانضباط الشيء الكثير كنا خايفين وعملنا النداء كانت تثبت في أخر لحظة ملانية لجماهير الترجي جماهير الترجي عطاها الدرس للناس الكل في الانضباط النجم ونربحوا النجم ونخلطوا الدنيا عشر الاف إذا عيتوا كل شيء ومحلاها كلفازة لما رفع الأذان جمهور الترجي كله سكت ثم عاد إلى الهياجين بعد ما انتهى الأذان ونقول برافو للترجي الرياضي التونسي اللي كانوا راه جمهور كبير وكبير جدا وما صاب نمشيت هنا وشخت مع كل جمهور ذك لا حبيت نحكي على الاتحاد المنسيري إذا ده موش مباراته ما تقلش أهمية على مبارات الترجي إذا ده اتحاد المنسيري رجع من باماكو بنتيجة إيجابية برشا الاتحاد المنسيري قبل هدف في دقيقة 48 لكن تمكن بشي عادل نتيجة في دقيقة 77 عن طريق العلوي هذا كيف كيف اتحاد المنسيري اللي يعمل في السنوات ممتازة وممتازة للغاية وبالرغم الظروف الصعبة وممتازة للغاية اللي عنده اتحاد المنسيري لكن إلى حد الآن صامت وقعد يعمل في أداء يليق بالكورة تونسية